بفريع تكوين العلمي والخلفية الثقافية إلى أي حد ربما هالعاملين يساهمين في تشكيل واحد الصورة محترمة لدى الجمهور بتأكيد فتكلم سياسين الآن على نفهم الاستعداد اللي كيكون داخل هالدات المبدعة للقيام بما هو أجود كيكون واحد الاستعداد عنده هالاستعداد بتأكيد أنه غير كافي إذن كيكون هناك واحد المناخ متاعد هذا المناخ كيتمثل أولا في مجموعة ديال الأمور اللي كتتعلق بالدات هي كواحد البينية كيكون قوية قادرة باش أنها تواجه الصعب ما كيناشي شي حاجة اللي يمكن يوصل لشي واحد بسهولة مع الأسف أنه كين واحد الوهم أحيانا اللي كيمكن ينتشر في مجال ديال الفن هو أنه راه كل شي سهل سهل بما نرى بسهولة قدر نوصل ما كيش عرقيل ما كيش استغال ما كيش سقل للموهبة ما كيش استغال على الذات فاللي كيوصل بسهولة فما كيكونش عنده هادك الفن دياله مؤسس على واحد الأرضية قوية اللي يمكن يستمر وتكون مدة الصلاحية دياله منتهية يعني بشكل نوبي توقع يمشي بسهولة يقدر يكون في إطار واحد الموجة إذن هنا شنو خصي يكون خصي يكون فنان دائما عارف رأسه بأنه ما وصلش باقي هناك الكثير من الأشياء يريد أن يكتشفها ويعرفها ويدريكها هنا بشربطوا هذا الموضوع بالإدراك الاجتماعي إذن الإدراك الاجتماعي الموجة جامع شنو بالنسبة ليه في الدهن دياله الفنان الفنان هو هادك الشخص اللي مشهور جميع الأبواب مفتوحة أمامه كي يتلقى تحية من الجميع من كيكون في الشارع كي يتلقى الأبواب مفتوحة طريق معهد كي يبدل فيها مجهود لأن الناس كاملين تسهيلات وقيلة في كل المجالات كي يتقربوا منه تصور أنه لو قعلوا حتى شي مشكل نعم يمكن الناس يتعجبوا يقولوا ويلي واش هذا الفنان ديالنا كده وكده عنده واحد المشكل ما يقبلش أنه يشوفوا في واحد اللحظة من اللحظات الإنسانية لأنه في حالة توطر في مجتمع في واحد الوضعية معينة ما يقبلوش في نفس الموضوع هذه المسألة مزيدة نشير لها أن المجتمع يعطي الفنان واحد ما كان اعتباريها ما جدا وضع الاتباري الفنان في المجتمع وخاصة المغربي يعطيها المحبة يعطيها الحترام إلى آخره لكن بالمقابل إليك صر الفنان في بعض الأحيان بشي سولك أو بشي تصرح يعني ما يؤمن به الغالبية من المجتمع يزيحه المجتمع إلى الهامش ثم بعد ذلك من غير هذا شيء أنه حينما يعطيه تلك المكانة الاعتبارية المجتمع حينما يعطيه الفنان تلك المكانة يزيحه عنه المكانة الطبيعية شنين المكانة الطبيعية؟ هي الحرية الفردية دي المواطن العادي فالفنان يفتقد تلك الحرية التي يتمتع بها المواطنة